نظرات أم حائلة على طفلتها المصابة بسوء تغذية حاد وطبيب يصغي إلى قلبها محاولا وضع حلول عاجلة لإنقاذها فالطفلة نوال شمسان ليست سوى واحدة من مئات الأطفال الذين ضربهم سوء التغذية في محافظة الحديدة ويكاد يلقي بهم خارج الحياة في ظل انتشار العديد من الأمراض التي يقابلها غياب دول الجهات الرسمية والهيئات الطبية أو جهات تسهم إلى حد كبير في إنقاذ شريحة الأطفال تتفاقم معاناة هذه الشريحة الأضعف في المجتمع نوال شمسان طبعا هذه الحالة سوء تغذية حاد وخيم ما يسمى بالسام معها النوعين مع بعض حالة نادرة جدا تقيد قلد على عظم اللي يسمى المريز مص تعاني نوال من سوء تغذية حاد أوصلها إلى هذه المرحلة بعد أشهر من الإهمال بسبب الوضع المعيشي والفقر الذي تعيشه أسرتها اتساع دائرة الفقر وترد الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أن تجسوء التغذية وسط أطفال العديد من مديريات المحافظة الأشد فقرا كما تعاني مراكز التغذية ذاتها من عدم استجابة الناس للبقاء في المرافق الصحية بسبب وضعهم المادي وعدم قدرتهم على مرافقة أطفالهم سوء التغذية منتشر ومنتواجد في كل مكان ليس في مدينة الزبير ولا مدينة التحيطة كما كان يظن ولا في القراحي موجود في كل مكان وأسبابه معروفة أن الحالات الإمكانة الاقتصادية التي آلت عليها البلاد بشكل عام خلال الأشهر القليلة الماضية انتشرت صور معدلات سوء التغذية الصادرة من محافظة الحديدة التي يسكنها قرابة ثلاثة ملايين إنسان ووصفتها الأمم المتحدة بأنها أكثر المناطق المنكوبة جراء الصراع المتصاعد في البلاد وتشهد الحديدة الواقعة على البحر الأحمر غربي اليمن تزايدا كبيرا في معدلات سوء التغذية وانتشار الجوع في أوساط المواطنين الذين يعتمدون بدرجة الرئيسة على مهنة الصيد والتي تراجعت بسبب الحرب اشتركوا في القناة